تلعب غداً الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليز الرائد شباب الوزداد بـ 31 نقطة يتنقل إلى تيزيوز لمواجهة شبيبة القبائل أشبال نبيل الكوكي للحفاظ على الصدارة بينما يسعى ميلود حمدي لتحقيق فوز يبعد الشبيبة عن منطقة الخطر الوصيف شباب قسنطينة يسافر إلى العاصمة لمواجهة الاتحاد المحلي كتبة خردين مضوي تهدف إلى فوز قد يمنحها الصدارة في حال خسارة شباب الوزداد بينما ينشد بعلام شارف ولاعبوه تجاوز خسارة الدربي بفوز قد يصحح الأوضاع أما صاحبة المركز الثالث مولودية الجزائر فتتنقل إلى البيض لتأكيد الانتصار الآخر في الدربي فيما تحاول المولودية المحلية استعادة نشوة الانتصارات رابع الترتيب اتحاد خنشلو بقيادة نابل نغيز يريد مواصلة نتائجه الإيجابية بفوز على اليمين بغرارة وفريقه جمعية أولم بيشلف